عاقبة التصرف المتهور لم يكن سمير مثل أخته ليلى التي تكبره بعامين ينصت إلى نصائح أمه وكانت توصيهما بعدم الاقتراب من بعض السوائل الخطيرة مثل سوائل التنظيف والغسيل ومبيدات الحشرات التي تحتفظ بها في مكان بعيد معزول عن مرافق المنزل وذات يوم بينما كانت الأم والأب منشغلين بتنظيم كتب الخزانة الصغيرة تسلل سمير مستغلا غياب أخته ليلى إلى مكان حفظ السوائل الخطيرة وأخرج قنينة خاصة بتنظيف الغسيل وهو يقول في نفسه سأدع قليلا من هذا السائل الذي لاحظت بأن أمي تلمع به الغسيلة وأخلطه بمعجون الأسنان ليمنحني بيادا ولمعانا لأسنان مثل بياد الغسيل نفد سمير فكرته الطائشة ثم توجه إلى الحمام ووضع الخليط في إيناء ثم راح يفرق أسنانه بالخليط الذي أعده وما هي إلا لحظات حتى امتلأت أرجاء المنزل بصراخ سمير أمي أمي أسنان تؤلمني النار مشتعلة في شفاه أسرعت الأم والأب إلى مساعدة ابنهما فوجداه يصرخ ويتألم وذهب به إلى مستوصف الحي وهناك قدمت له الطبيبة العلاجات الضرورية وأوسطه قائلة تذكر يا سمير لا بد أن تنصت إلى نصائح أبويك لتقي نفسك من جميع الأخطار أخطار السوائل السامة والكهرباء والغاز والنار أجاب سمير لن أعود إلى هذا الأمر أبدا وسأعمل بنصائح أمي وأبي وأساتدتي في المدرسة ترجمة نانسي قنقر